اعلنت شركة اي تي ار الفرنسية الايطالية لصناعة الطائرات انها اوقفت صفقة بيع الطائرات لايران تجنبا من العقوبات الامريكية الجديدة ونقلت وسائل اعلامي عن كريستين شيرر الرئيس التنفيذي للشركة قوله ان الشركة يجب ان تتخلى عن تسليم ما تبقى من الطائرات التي طلبتها ايران بسبب اعادة العقوبات الامريكية واضح شيرر ان الشركة ستلقي الصفقة اذا لم تحصل على اعفاء من السلطات الامريكية مؤكدا ان الشركة لن تجازف بمصالحها امام العقوبات الامريكية وكانت الشركة قد اعلنت القاء اول صفقاتها لتسليم ايران 12 طائرة من انتاجها من الطائرات ومن مجموع 20 طائرة التي طلبتهم ايران